كارين كان احنا كنا عملنا شوية فحوصات كده وسط ما احنا بنعمل لمارك في 2020 كان الفحوصات بتاريت تبين انه كارين باحتمالية كبيرة هيحصل لها نفس الموضوع كنت احسأل مردتش اسأل السؤال ده عشان هل في حاجة ورصية في الموضوع ده ولا ايه عرفنا من بعض الفحوصات في ألمانيا ده طفرة جينية جيميوتيشن حصل فوارد انه يكرر مع كارين يعني ايه باستفرة جينية دي ليه علاقة بالقريبين يعني لا عملنا فحوصات كاملة برة وطريق المركز قامل البحوث هنا في مصر كان هو الرئاس الجهات في ألمانيا ووصلنا انه في جين هو اللي حصل فيه طفرة وانه باحتمالية كبيرة ممكن ده يحصل لكارين فاحنا طبعا كنا عارفين الموضوع بيبتري ازاي من مارك فالموضوع كان يبتدى يحصل مع كارين مع فارق بقى انه مع مارك من بداية الشكوى بضعف النظر لفخضان النظر الكامل حوالي 4 سنين كارين ما كملتش 4 شهور فده كان برضو نقطة التحاول بالنسبة لمارك انه هو حس انه هو عليه مسئولية كبيرة انه هو يشي من عليها ألم التجربة دي فحتى الشكاوي البسيطة اللي كان بتحصل الديء البسيط اللي كان بيحصل انا اذكر تماما انه مارك مفيش حاجة يدري تدايقه اكتب من 48 ساعة يعني مفيش كارين اصغر قد ايه كارين اصغر منه يعني كارين دلوقتي في رايحة 3 عددي 3 سنين يا حوالي 3 سنين حوالي 3 سنين فكان لما حصل معها الموقف ده هي كمان كان سنها يعني ما كانش وقت انها تتعامل مع الموضوع بالراحة زيه فما كانش تدريجي موشان ربنا مدي خبرة سابقة بقى ومساعدة مارك دي انا لاحظت انه في نقطة تحاول شخصية مارك انه تحول من طفل تحول من انه ممكن يضعف لواحد ما بيضعفش ما عندوش وقت يضعف ما عندوش وقت يضعف وعندو مسئولية انه ينجح وعندو مسئولية انه ينجح بالضبط فلاحظت انه اداؤه الكويس اداؤه الممتاز بقى اعلى بقى اعلى لدرجة ملحوظة جدا كل حاجة كل مجهود بيضعف اتنين وفي تلاتة اي احتمالية للفشل بتتلغي لهجته وطريقته تعامله بقى اي امر اسراره بقى اسرار انه مش هينفع ابعف مش هينفع تهزم فده ساعد جدا بقى انه تخلص من كل نصايح اللي كانت بتتقاله قبل مرحلة سنوية عامة يعني احنا قبل سنوية عامة كان فينا صراح تقالي ان احنا نبيل عن مجال العلمي وده منطقي هتكمل في مجال العلمي ازاي اي صمم انه يدخل مجال العلمي وانه يتارجط كلية هندسة او computer science نجح بده فعلا في النهاية هو دلوقتي الجريتز اللي جابها هيقدر يخش هندسة في اي جمعة في مصر او برا عدى طبعا بمراحل كتير في ده عشان يعمله فانا زي بقوله حضرتك كان اللي حصل مع اخته كان خينا سأل مارك عن الاحساس ده الاحساس ده اضاف لك ايه يا مارك انه ممكن تساعد كارين في ايدك لو ما استسلمتش تساعد اختك وملايين غير هو طبعا كان ضغط بس يعني لازم يبقى فيه حد في البيت يوريها او يوري كل الناس ان فيش مستحيل وان كل حاجة ممكنة يعني انا برضو في الوقت طبعا كنت بقى متضايق وكده بس مفيش حل فاللي هو اماش يقعد من دايق ومين تلاتة وبعد كده اقوم تاني واكمل فهي كانت على طول كده يعني ممكنتش كلها حاجات حلوة ابستاذة ماريان مش هسألك انت عارف يعني هو مارك بجد كان بيدينا القوة هو بيشوف اخته كده قدامه فابتدى هو كمان لأ مش هقع مفيش وقت مانا لو هستسلم يبقى اختي كمان هتستسلم غريبة حكايت مفيش وقت معينه مفيش حد بيجري مفيش حد بيجري بس هو احنا طلبنا منه نأجل سنة دراسية نعمل جاب يير زي ما بيعمل ور بالضبط نعمل جاب يير لغاية ما نشوف هنعمل ايه نرتب المدرسة هنفكر هنمشي ازاي هو ماردوش بصراحة وقال لأنا هكمل ومش هسيب زميلي فدي كانت النقطة بقى يعني بيحاول بقى يطول الوقت لأنا هكمل وهبقى في نفس المستوى بتاع زميلي يعني هو كان عنده مثلا لما في المدرسة ياخد اكسترا تايم وده من حقه عادي يعني في الحالة بتاعته لازم اي حد بياخد في الامتحان وقت اضافي او اي حاجة هو كان بيعترض ليه انا عايز زي زميلي متعملش الجزئية دي مثلا علشان انت صعبة عليك محتاجة حد تكون شايف لا انا زي زيهم انا ما ينفعش اتعمل اني حاجة مختلف انا عايزة بقى زي زيهم شكرا لكم